طالب صيدلة هتتخرج السنة دي خريك صيدلة جديد بتواجهك مشكلة انك مش عارف تربه بين النظر اللي درسته والحياة العملية كتاب الاعراض المرضية في الصيدلية هو الحل كتاب الاعراض المرضية في الصيدلية مش مجرد كلام نظري ما تعرفش اتطبقه الكتاب ترجمة كتاب Symptoms in the Pharmacy احد اهم الكتب العالمية البريطانية في مجال الصيدلة وادوية الOTC الكتاب في كل باب من ابوابه بيناقش عرض من الاعراض اللي بيحتاج فيها الصيدلية ياخد قرار اما بالتحويل للطبيب مباشرة او صرف علاج OTC كخطوة اولى الكتاب بيبدأ كل باب بالمعلومات اللي محتاج تعرفها من المريض عن مشكلته قبل ما تاخد اي قرار فهمت المعلومات كويس وتقدر تاخد قرار؟ بيقولك امتى لازم تحول للطبيب وامتى لازم تحول للطوارئ او المستشفى طيب لو الحالة لا تستدعي وممكن تصرف علاج بيفهمك العلاج اللي تقدر تصرفه بكل تفاصيله وكمان بيعرفك كويس الفترة اللي المريض ياخد فيها العلاج وبعد الفترة دي ما تخلص لو المريض لسه عنده مشكلة تعمله اطلب الان نسختين من النسخة الاصلية للكتاب واحدة ليك وواحدة لصحبك اللي يهمك مصلحته من اقرب مكتبة كتب طبية ليك قبل نفاذ الكمية للإستفسار تواصل معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة